شركة غاز تخسر قضية هامة جداً فهل سيتم تعويض الزبائن؟ زيادة سرية في الأسعار، كيف يتم خداع الجميع؟ الهولنديون يتزوجون أكثر وأكثر كانوا يخططون للأمر منذ فترة طويلة، كيف نجحت الحكومة في تجربة إجبار البلديات على استقبال اللاجئين؟ أهلاً بكم في هولندا، لدينا أقوى شبكات اتصال وإنترنت في العالم، أعداد تاريخية للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي إليكم الدوار الأكثر جنوناً في هولندا، وفي أخبار سريعة بكر تركب القطار في سويسرا، النوم الجيد يطيل العمر، غاب لمدة عشرة أيام ووجدوه داخل سمكة قرش ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس ولو عايز تدعمنا وتدعم قناة ألمانيا هولندا بالعربي تقدر تضغط تحت الفيديو على زرار اسمه سوبر ثانكس وتدفع المبلغ اللي أنت عايز تدعمنا بيه مادياً ويلا بينا على تفاصيل الحلقة أهلاً بيكم، بحسب ما يسمى بجمعية حماية المستهلكين داخل هولندا يجوز تغيير سعر الغاز، السعر اللي شركات الغاز بتبيع به للزباين داخل هولندا بيجوز بحسب جمعية حماية المستهلكين يجوز تغييره مرتين في السنة فقط والمرتين كمان محددين، مرة في أول السنة 1 يناير من كل سنة ومرة 1 يوليو وهناك كمان بند استثنائي بيقول أن الشركات لها الحق أن هي تخالف الشرطين دول يعني تغير في أوقات تانية في الظروف الاستثنائية زي إيه مثلاً؟ زي حرب أوكرانيا وأن روسيا ما عادتش بتبعد غاز لأوروبا لأن أوروبا كانت بتعتمد على الغاز ده بشكل كبير ولذلك ده الاستثناء الوحيد اللي موجود داخل موضوع أن أنت تغير السعر مرتين في السنة عندنا هنا سيدة هولندية عندها عقد مع شركة فاطنفال العقد ده من سنة 2015 والعقد اسمه لأن العقود لها أنواع مختلفة وأسمها مختلفة العقد اسمه Variable Energy Contract العقد ده ماشي وجات الشركة السنة اللي فاتت في شهر 3 أو آخر شهر 3 2022 بعد تبريد للست ديات وقالت لها معلشي إحنا هنزود السعر عليك والسبب هنا حرب أوكرانيا خلي بالك هنا الشركة استعملت واحد من الاستثناءات اللي احنا قلنا عليهم من شوية المفروض كانت تبلغها أن هي هتغير السعر بحسب ما قالت جمعية حماية المستهلك يا 1-1-2023 يا 1-7-2023 ولكن زي ما شفنا بعتوا لها البريد في شهر 3 ووضحوا لها في البريد كمان احنا هنغلي السعر عليك بسبب حرب أوكرانيا ولكن السيدة الهولندية قالت أنها شافت على الموقع بتاع الشركة فاطنفال نفسها أن مكتوب تغيير السعر بيكون مرتين بس في السنة ولكن الشركة ايه هنا بقى عملت ايه الغلط الغلط هنا أن الشركة مدت لهاش فرصة أن هي تغير لشركة تانية بلغوها قبلها بفترة قصيرة جدا وقاموا بتغيير السعر مباشرة عليها فما كانش عندها وقت كتير أن هي تفكر فيه وتشوف شركات تانية أضف إلى ذلك أن هي كانت مجبرة أن هي تفضل مع الشركة بتاع فاطنفال لأن بحسب كلامها لما راحت تبص على أسعار الشركات التانية لو هي سابت فاطنفال وراحت تاخد عقد جديد ما تنساش هي من 2015 مع شركة فاطنفال لو راحت على شركة تانية هتبقى زبونة جديدة بداية من سنة 2022 وبالأسعار اللي هي بعد الحرب قالت لك الأسعار كان مبالغ فيها جدا جدا فاضطرت من ناحيتين بسبب تأخر شركة فاطنفال عليها بإعلامها بتغيير السعر ومن ناحية تانية بسبب مبالغة الشركات الأخرى في الأسعار أن هي تفضل عند شركة فاطنفال ولكن السيدة قررت أن هي ترفع عضوية على شركة فاطنفال وأخدتهم كده وراحت على المحكمة زينا بقولوا وراحت على محكمة أمستردام والغريب أن القاضي بتاعة محكمة أمستردام كان ليه رأي مختلف خالص عن الشركة اللي طبعا كان بتدفع نفسها وأصدر قرار بيتضمن أربع نقاط هامة جدا هنقلهم لكم نقطة ورد تانية النقطة الأولى يقول القاضي في قراره أن الشركة مزنبة بممارسة تجارية غير عادلة اتنين أضاف القاضي أن الشركة تنص شركة فاطنفال تنص في شروطها وأحكامها العامة أنها تستطيع تغيير الأسعار لأسباب عديدة أكثر من الظروف الاستثنائية بيقولك هنا أن القاضي شاف في الشروط والأحكام العامة بتاعة الشركة بصرف النظر بقى عن موضوع أن أنت تزود السعر في واحد واحد وواحد سبعة وليك استثناء ظروف خاصة زي حرب أوكرانيا كاتبين في الشروط والأحكام العامة بتاعتهم أنهما يقدروا يزودوا السعر فيما معناه أكثر من مرتين وبسبب ظروف هما مسمينها بنفسهم وكاتبينها في الشروط والأحكام العامة والقاضي شايف أن ده شيء غير عادل وشيء غير واضح ثلاثة قال القاضي أيضا أن ما فعلته الشركة يعتبر غير عادل وأن الشروط والأحكام العامة التي تكلمنا عنها للشركة مكتوبة بشكل غير واضح بحيث لا يمكن للمستهلك العادي أن يفهم ما تعنيه الشركة أربعة أعلامت الشركة الزبونة متأخرة جدا يبقى كده أربع نقاط من القاضي معناهم أن شركة فاطنفال مدانة طيب إيه هي العواقب بتاعة القرارة بتاع القاضي ده خلينا نشوفها مع بعض العواقب لحد دلوقتي ممكن تكون أن شركة فاطنفال والشركات الأخرى كمان وهقولك ليه بعدين والشركات الأخرى كمان هتضطر تدفع تعويضات للزبان بتاعتها على مدار الشهور والسنين اللي فاتت اللي زودت فيهم السعر في توقيتات مختلفة عن اللي بينص عليه جمعية حماية المستلك الهولندي وكمان أن هي أعلامت الناس بشكل متأخر جدا جمعية حماية المستلك الهولندي بتقول على الموقع بتاعها لازم كشركة غاز وكهربا تعلم الزبون أن انت هتزود عليه السعر قبلها بشهر والشهر ده هو المدة القانونية اللي من حق الزبون ياخدها يفكر فيها هل هيوافق على العقد الجديد بتاعك برفع الأسعار ولا هل هيروح يبقى معها متسع من الوقت يروح يدور على شركة تانية يتعاقد معها وياخد عقد جديد على أي حال من المتوقع أن الشركة هتروح تعمل استئناف في محكمة عليا ولو خسرته متوقع أن جميع الزباين ياخدوا تعوضات ما تنساش الشركة عملت إجراء أهم جدا وهو حزفت النص اللي بيقول ما اسموح لنا نغير أسعار الغاز سنويا مرتين بس حزفت النص ده ما عرفش بقى هل ده يخلف القرون ولا لأ ده قصة جديدة هنشوفها بعدين لما تروح المحكمة لما تروح الشركة الغاز على المحكمة العليا وده شيء كمان مش أكيد بحسب المحامة بتاع الشركة بيقول في المقال الصحف اللي موجود على قادي بونت إن إل بيقول إن هم بيفكروا يروحوا المحكمة العليا ولا لأ فيه تلت قضايا أخرى من شركة السنت وشركة إنيرخي ديريكت التلت قضايا متعلقين بزباين بيشتكوا بسبب نفس الموضوع زي السيدة الهولنديا اللي ذكرناها بسبب موضوع فاطنفال فخلينا نشوف هل الشركة هتروح لمحكمة العليا ولا لأ ولو ما راحتش هل الناس اللي هم عندهم تلت قضايا أخرى دول هياخدوا حكمهما كمان ونقول بعديها إن جميع الناس اللي تم زيادة الأسعار عليهم بدون إن هم يرفعوا قضايا يقدروا ياخدوا تعويضات مباشرة خلينا نشوف إيه اللي هيحصل ما تنساش إن إحنا نشرنا في أواخر شهر تسعة اللي فات تقرير بيتكلم عن شركة السينت وإينيكو وجرين تشويس إن هم بعتوا للناس في أواخر شهر تسعة بيعلموهم إن هم هيتم زيادة أسعار الغاز والكهرباء عليهم بداية من واحد عشرة وإن وزير الكهرباء والطاقة الهولندي اتكلم ساعته وقال للشركات ديت اللي انتو بتعملوه ده غلط وموقع كونسيوفايزر اللي بيتكلم عن حماية المستهلك والمستخدرين اللي كين داخل هولندا قال يا جماعة ما ينفعش لازم تبلغوا الناس قبلها بتلاتين يوم يعني لو عايز تزود السعر واحد عشرة كنت المفروض تبلغهم واحد تسعة ومش في أواخر شهر تسعة يعني قبلها بكام يوم وكنا ساعتها تكلمنا وقولنا هنشوف لو حد اشتكى ورفع عضية ودلوقتي جات عضية هوت والقضية ديت متضمنة مش بس تغيير الأسعار ولكن موضوع التأخر في إعلام الزبون فالقضية ديت مهمة جدا جدا مش بس للناس اللي في فاطنفال ولكن في الناس الشركات اللي ذكرناها كلها سواء في شهر تسعة والتلات أواضي اللي تكلمنا عنهم كمان في الخبر بتاع النهاردة فخلينا نشوف آخر التفاصيل اللي هتيجي في الأيام اللي جاية وأكيد هنعرفكم بها عشان تشوف إذا كان تم زيادة السعر عليك في وقت متأخر على مجبيه في وقت متأخر أو زودوا السعر عليك أكتر من مرتين في السنة وما انضبطوش بالموعد ديت تقدر أن انت كمان تطالب بتعويض ليك جماعية المستهلكين في هولندا غاضبة جدا جدا من السوبر ماركتات تحديدا ليه؟ في حاجة كده ظاهرة جديدة بتحصل أن السوبر ماركتات أو المصانع اللي بتورد للسوبر ماركت بتحط مثلا الجل أو الشامبو بتاع الاستحمام بتحط كمية أقل في العبوة اللي متعارف عليها مثلا 300 ميلي بيحطوا فيها مثلا 250 ميلي أو 200 ميلي من غير ما يعلموا الزبون وبيخلوا نفس السعر كأنك اشتريت 300 ميلي أو بالعكس بيزودوا السعر كمان فخلينا نشوف تفاصيل بعض المنتجات وإيه اللي هيحصل في الموضوع ده ورد جماعية حماية المستهلك على موضوع زيادة الأسعار وكميات أقل داخل السوبر ماركتات والمحلات على سبيل المثال وده أغرب مثال منتج يعتبر غير بنسبة 121% المنتج ده مايونيز للبطاطس وما إلى ذلك المايونيز ده من مركة اسمها بيزا بيباع في أحد السوبر ماركتات بيقولك أنهما خفضوا الكمية اللي في العلبة العبوة خفضوها التلت يعني لو هي 300 جرام أو 300 ميلي خلوها 200 ميلي وفي نفس الوقت زودوا السعر 50 سنت بحسب جماعية حماية المستهلكين كده السعر يعتبر زاد بنسبة 121% قللت لي الكمية وزودت السعر علي 50 سنت نيجي هنا على ماركت جبنة معروفة يعني فيه جبن كتير سعرها غير ولكن تحديدا نوع الجبنة ده اسمه خوضة خلوري بيقولك أنهما حطوا نسبة أقل 17% وفي نفس الوقت زودوا السعر 34% يعني لو الكيلو بميت يورو هيزودوا عليه 34% ده إجمالي غلاء في الأسعار 62% طبعا الزباين ما بتبصش والناس ما تعرفش ناخد على سبيل المثال كمان الناس اللي بتشرب قهوة السوبر ماركت أو المحل بتاع هيما كان بيبيع ال 46 كابسولة قهوة بيبيعها بـ 3 يورو شال 6 خلاهم 40 وزود السعر في نفس الوقت زودوا 50 سنت ده كمان غلاء للأسعار مغلف والناس ما بتاخدش بالها أكيد ردت فعل هنا أهم حاجة ردت فعل جامعية حماية المستركين الهولندية بتقولك في أحيان كتيرة أو في معظم الأحيان لما تكون شركات الشيبس أو الجبنة أو المايونيز أو أي شركة معينة بتدي للزبون بتاعها كمية أكتر بتلاقي الموضوع ده محطوط على شريط لونه أخضر كده 25% زيادة 30% زيادة ونفس الساعة فانتوا في الحالات دي بتقدروا تعلموا الناس ليه ما بتحطش تاني دلوقتي لما انت كشركة مايونيز أو شركة جبنة ليه ما بتحطش على العبوة بتاعتك احذر تحذر الزبون إن المنتج ده تم تغيير حاجة فيه أو تكتب على سبيل المثال بحسب جامعية المستركين إن تم إنقاص من وزن المنتج ده والسعر هو نفس السعر أو تم زيادة السعر وإنقاص الوزن ده اللي مستغربه له المتحدثة باسم جامعية حماية المستركين في هولندا زيادة أكيد تقدروا تعلموهم بالنقصان ولكن انتوا ما بتعملوش كده نيجي هنا على الاتحاد اتحادات خاصة بالسوبر ماركتات في هولندا موجودة كل السوبر ماركتات داخل الاتحاد ده رد في علوم على الموضوع ده بيقولك إن احنا طالما المنتج اللي بيبيعه سعره واضح ووزنه واضح ده مش مشكلة عندنا احنا قمنا بتغيير الأسعار وتغيير الوزن والكلام ده موجود على العبوات أو موجود داخل المحلات كمان فكل زبون يقدر يشوف هو بيشترق ايه معناته انت بص ده يعني معنى الكلام هو ما قالش الكلام ده أكيد معناته انت بص أو انت بص شوف انت بتشترق ايه لقيت المنتج ده تم تغيير أي حاجة فيه وغلع عليك شوف منتج بديل أو اتصرف اتحاد صناعة الأغذية داخل هولندا قال ان المصنعين بتوع الأغذية مصنع الأغذية بتتعامل مع زيادة كبيرة في المواد الخام وزيادة كبيرة مع الموظفين وأي تكلفة تانية زي تكلفة الطاقة كهرباء غاز والحاجات اللي هما بيستعملوها في المنتج بتاعهم وبيقول بناء عليه ان هما لازم يمرروا الزيادة ديت ويعوضوها سواء بوضعها في المنتجات ان هما يقللوا كمية المنتج ويزودوا السعر أو يمرروها بالطريقة اللي هما شايفينها طالما ان هي طريقة سليمة وطريقة قانونية هل انت من الناس اللي تم زيادة الأسعار عليهم واشتريت حاجة من غير ما تاخد بالك واكتشفت بعد كده ان انت مش اقول اندحك عليك اكتشفت بعد كده ان انت اشتريت حاجة بوزن أقل انت كنت متعود عليها بوزن الزي ده قبل كده اكتب لنا في التعليقات او اكتب لنا في التعليقات في هولندا في زواج عادي وفي حاجة اسمها شراكة الشراكة ديت موضوع معمول في هولندا من حوالي 25 سنة تحديدا وفي تزايد كل سنة يعني هي شراكة ما بيروحوش يتجوزوا جواز راسم زي اللي احنا عارفينه ولكن بيعملوا وراء اسمه وراء الشراكة يعني انا وانت عايشين مع بعض وبروح يسكونوا في بيت وبيبقى ليه شروط كده وتفاصيل أخرى المهم الموضوع ده من ساعة ما تعمل من 25 سنة يعتبر فيه تزايد إلى حد ما ما عاد سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 في 2021 في 26 ألف واحدة واحد عملوا الشراكة ديت وسجلوا شراكة داخل البلدية وعاشوا مع بعض ولكن في سنة 2022 الموضوع قل بي 2000 برقم 2000 يعني اصبح 24 ألف في 2022 بدلا من 26 ألف في 2021 نيجي دلوقتي على الزواج الرسمي بقى الزواج في هولندا اعداده فيه تزايد بشكل ملحوظ ونقارن هنا سنة 2021 كان فيه 65 ألف واحدة يتجوزوا ولكن فيه 2000 في 2000 ده الكلام ده كان في 2021 في 2022 فيه 70 ألف واحدة يتجوزوا بزيادة 5000 زيجة مبروك للهولنديين وخليهم يتجوزوا أكتر وأكتر الحكومة الهولندية الحكومة الهولندية الحكومة الهولندية واضح ان هي كان بنتفكر في موضوع أجبار البلديات من فترة طويلة جدا ومحدش خد باله ان لما بدأت أخبار تظهر على الساحة خلينا نرجع بالوقت كده لشهر تمانية وتسعة اللي فاته لما الحكومة الهولندية قررت مرة واحدة مجلس الوزراء الهولندي قرر انه هو يتخطى سلطات البلديات ولو لا مكان يصلح داخل أحد البلديات لاستقبال اللاجئين والبلدية ديت من نفسها ما عرضتش على الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين القوة انها تيجي تاخد المكان ده عشان الناس ميتنامش في الشارع زي ما كان وبيناموا ساعتها لو البلدية ديت ما عرضتش طوعية مجلس الوزراء الهولندي بنفسه هو اللا هيد التصريح للهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين انها تشتري المبنى ده وتغير الغرض من استعماله تغيير الغرض من استعمال المبنى سلطة موجودة في ايد البلدية المنتخبة طيب ايه اللي حصل حصل ان الحكومة قررت انها تعمل موضوع ده في احد الفنادق وعايزة تستقبل فيه 300 لاجئ والفندق كان فاضي وغير مستعمل راحت الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين اشترت الفندق وقام مجلس الوزراء الولندي عمل لهم زي التصريح كده ان انتوا تقدروا تستعملوا الفندق ده تحولوا من فندق لزي نوع من انواع الكمبات لاستقبال اللاجئين البلدية ساعتها بلدية توبرخن اللي موجود فيها الفندق ده في قرية اسمها ألبرخن البلدية ساعتها تصدمت لان الحكومة ما استأذنتهمش واحنا عارفين وقلنا من شوية ان الحكومة قررت انها تتجاوز سلطة البلديات طالما البلدية منها لنفسها ما عرضتش ايه بقى الجديد في الموضوع ده الجديد ان الحكومة كانت متعمدة تختار بلدية توبرخن عشان هي بلدية شابة جدا بحسب تصريحات المسؤولين داخل البلدية نفسهم قالك احنا تم اختيارنا كأصغر طفل داخل الفصل الدراسي عشان يخضع للاختبار الكبير جدا بتعني هنا ان الحكومة كانت مبيتة النية انها تمارس موضوع اجبار البلديات قبل ما تظهر للعلن القانون بتاعها انها تجبر البلديات على استقبال اللاجئين فحبت انها تمارس الموضوع ده وتطبعوا على ارض الواقع فاختاروا بلدية شابة بحسب تصريحاتها وبلدية صغيرة جدا زي بلدية توبرخن وقرية البرخن وقاموا بموارسة الموضوع ده عليها اي نعم سيكيرتير الدول اللي شقول للناجئين راح لهم وتكلم معاهم وتفاوض معاهم بدل تلتمية هتستقبلوا 150 ولكن بحسب تصريحاتها النية كانت مبيتة من زمان جدا ان الحكومة تحاول انها تطبق الموضوع ده على الارض الواقع قبل ما تظهر القانون للعلن ووضع اللي حصل بالفعل وهيستقبلوا 150 لاجئ خلينا نشوف مجلس الدولة الهولندي كان طلب من سيكيرتير الدولة اللي شقول اللاجئين انه يغير بعض النقاط ويوضعها في القانون ولكن لم يرفض مجلس الدولة الهولندي لم يرفض المقترح باجبار البلديات ولذلك ننتظر تعديلات سيكيرتير الدولة اللي شقول اللاجئين على القانون وانه هو يقدمها تاني لمجلس الدولة رأي الشخصي بتوقع انه يتم الموافع على القانون وسيتم اجبار البلديات وزي ما قلت لكم اديتك مثال واضحة هو تقدر انت بنفسك تستشف ان الحكومة ماشي على الطريق الصحيح ان هي تجبر البلديات على استقبال اللاجئين وتجربتها مع بلديات توبرخن نجحت بالفعل خلينا نشوف مجلس الدولة هيقرر ايه واكيد هنبلغكم في الاخبار اللاجئية وكارت الابحاث الالمانية اوملاوت عملت بحث خاص بشبكات المحمول داخل اولندا وشبكات الانترنت السابت او غيره داخل هولندا وقامت باجراء الاختبار بتاع شبكات المحمول داخل هولندا بطرق مختلفة على سبيل المثال ان هي ارسالت ناس داخل هولندا عملوا اتصالات بتطبيقات خاصة من الشركة ووكالة الابحاث الالمانية عملوا اتصالات من داخل وسائل المواصلات القطارات ومن المناطق النائية والمناطق المسكونة وما الى ذلك وطلعت النتيجة كالاتي شركة كابي ان تعتبر اقوى شبكة محمول لا 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 تعتبر هي افضل شبكة محمول في العالم وشبكة اتصالات ب980 نقطة من 1000 نقطة بيجي بعدها ب969 نقطة تيموبايل وبيجي بعدهم فودافون ب963 نقطة ده بالنسبة لشبكات المحمول بنيجي دلوقتي لشبكات الانترنت داخل هولندا الانترنت المنزلي وكمان فازت شركة كابي ان ب944 نقطة كافضل شركة انترنت ارضي داخل هولندا تعتبر الافضل دلوقتي في العالم ب944 نقطة بيجي بعدها زيخو وبيجي بعدها تيموبايل في المركز التالت اكتب لنا في التعليقات هل انت من الناس اللي بتستعمل كابي ان ولا انت من الناس اللي بتستعمل زيخو واكتب لنا اذا كنت كمان مبسوط بجوتة شبكة الاتصال معاك وشبكة الانترنت المنزلي ولا لا في عام 2022 تم تقديم ما يقرب من المليون طلب لجوء داخل دول الاتحاد الاوروبي بحسب الاحصائيات الاخيرة الاحصائية ديت اللي بتقول ان يقرب المليون طلب لجوء تشمل كمان النرويج واسويسرا فخلينا ندخل في بعض التفاصيل ونشوف المليون دول جم منين بالزبط وكمان نبقي نظرة وسعة على موضوع اللاجئين الاوكران هل هو محسوب مع المليون دول ولا لا اكثر الاعوام التي دخل فيها لاجئين الى دول الاتحاد الاوروبي كان في عام 2016 بما يقرب من المليون ومثين وخمسين الف لاجئ ولكن في عام 2022 كان الرقم مقارب جدا الى المليون وتحديدا 966 الف طلب لجوء العام الماضي داخل دول الاتحاد الاوروبي منهم 132 الف طلب لجوء من السوريين و129 الف طلب لجوء من الافغان كما تم تقديم عدد كبير نسبيا من طلبات اللجوء من قبل مهاجرين من تركيا وفنزويلا وكولومبيا وباكستان وبنجلاديش وجورجيا ما يقرب من 17 الف طلب لجوء ايضا من هؤلاء المليون 17 الف طلب لجوء من روس قادمين من روسيا ومن بين المهاجرين هناك من بين المليون او من قرب المليون هناك 43 الف قاصر جاءوا بدون ذويهم الى اوروبا وبذلك يعتبر هذا العدد الاعلى لطلبات اللجوء داخل الاتحاد الاوروبي منذ عام 2016 نظرة سريعة على الاوكرانيين نادرا ما يتم احصاء اللاجئين الاوكرانيين لانهم يخضعون لنظام فصل ولا يتوجب عليهم بالضرورة تقديم طلب لجوء ولكن على اي حال جاء الى دول الاتحاد الاوروبي العام الماضي 2022 حوالي 4 مليون اوكراني قررت مجموعة صغيرة منهم فقط التقدم بالطلب لحصول على اللجوء السياسي وهم حوالي 28 الف طلب لجوء من الاوكران يبقى انت اكيدا عندك ما يقارب المليون لاجئين من جميع الدول و 4 مليون من اوكرانيا ولكن زي ما قلنا دولة زي هولندا على سبيل المثال بتتعامل مع الاوكران ان هم مش لاجئين ولكن اذا حبتك اوكراني انك تقدم طلب لجوء تقدر تقدم طلب لجوء في رأيك دلوقتي هل ده شيء عادل ان دول الاتحاد الاوروبي تتعامل مع الناس اللي جايين من اي جنسية اخرى بطريقة معينة ومع الاوكران بطريقة معينة اخرى اكتب لنا رأيك في التعليقات كلنا بنركب عربات ومعظمنا نركب عربات داخل اوروبا وتحديدا داخل المانيا وهولندا ولكن فيه في هولندا ما يسمى الدوار او الروتوند في حاجة في نايميخن مكان دوار في نايميخن دوار بتاع مرور اسمه كايزر كارل بلاين موجود في نايميخن احد الممثلين الهولنديين الكوميديين كان عنده عرض في نايميخن وقدم العرض هناك وشاف الدوار بتاع المرور ده شكله عامل ازاي ومن ساعتها مش مبطل يتكلم عنه وبيقول ان انت تكاد ترى في الدوار ده حادث كل خمس دايق وبدأ يكتب على تويتر ان هو بيفكر يعمل فيلم وسائقه عن الدوار ده وقدت دوار ده صعب والناس بدأت تتفاعل معه على تويتر واحدة على سبيل المثال كتابت له انه تعرف شخص خرج من السيارة بتاعته في قلب الدوار ده بسبب صعوبة القيادة داخله وان انت مسموح لك تتجاوز من اليمين ومن اليسار اي سيارة موجودة داخل الدوار كتب احد الناس على تويتر واحدة بتقول بتقول ان هي تعرف شخص خرج من سيارته داخل الدوار وقال ان هو مش يركب عربيات تاني في حياته وبالفعل حصل ولا يركب اي سيارات بسبب تعقيد الدوار ده وصعوبة القيادة داخله والمشاكل اللي بتحصل بسببه ناس تانية تفاعلت مع الممثل الكوميدي الهولندي بيتر وقالت ان في دوارات تانية اصعب في انجلترا وحطوله صورة على تويتر وقال له ان الدوار ده موجود في انجلترا وموجود جوه الدوار نفسه دوارات صغيرة زي ما انت شايف في الصورة كده قدامك اكتبونا رأيكم في التعليقات او هل انت من الناس بالصدفة اللي عدت على الدوار ده في نيميخن او دخلته او سمعت عنه اكتبونا رأيكم في التعليقات شباب في سويسرا قرروا ان هم ياخدوا البقرة اللي معاهم ويروحوا يركبوا بيها المترو ويركبوا بالفعل وقعدوا في المترو من محط اسمها استي فيدن سانت فيدن ليه لا محط اسمها مولن ده معناته ان البقرة فضلت داخل القطار او داخل القطار بتاع المترو ده فضلت خمستاشر ديها بيسكر كمان انه وهم بيركبوا البقرة القط حد سمع صوت تسمع انت في الفيديو اللي منتشر دلوقتي على وسائل التواصل ان فيه حد بقولهم ايه ما جبتوش كلب معاك وليه بالمرة المهم في الفيديو كمان تشوف ان فيه ولد ماسج جردل او سطل حطت فيه قش للبقرة عشان تاكل وفيه واحد تاني عمال يحسس على البقرة دي مش الحادثة الاولى من نوعها فيه النمسا كمان فيه شباب ركبوا احد القطارات في سنة 2018 بالحصان كان معهم حصان وانتشرت الصورة بشكل واسع على تويتر ساعتها فيه صياد هولندي عنده 32 سنة وعنده تلات اولاد وزوجة الصياد ده خرج من بيته اخر مرة يوم 18 فبراير اللي فات من الارجنتين وشوت بالقرب من احد السواحل في الارجنتين ومن بعدها ما حد شافوا نهائيا يوم الحد اللي فات فيه صيادين ارجنتينيين اصطادوا تلات اسماق قروش وهم بيفتحوا بطن احد القروش منهم لقوا فيه بقايا بتاع بني ادم جواه بلغوا الشرطة والمحققة اللي كانت بتتحقق في موضوع اختفاء الصياد اللي عنده 32 سنة راحت تطلعت على الموضوع البقايا بتاع سمكة القرش وجابت اهل الصياد اللي عنده 32 سنة واكدوا من خلال احد الروفات اللي موجودة داخل سمكة القرش واللي موجودة عليها بواقي التتوق الواشم اللي هو كان عامله اكدوا ان الجسة دي بترجع اكدت ان الجسة دي بترجع لزوجها اللي هو ابو ثلاث اطفال دراسة امريكية عملت على 72 الف شخص بتثبت ان الناس اللي بتنام بشكل كويس كرجال ممكن عمرهم يزيد بمعدل 5 سنوات وكسيدات بمعدل سنتين و 4 شهور او 2.4% من السنة على اي حال ده مش موضوعنا العمر بيد الله ولكن خلينا ناخد الجزء الاهم من الدراسة واللي هو بيقول ازاي تعرف ان انت نمت بشكل جيد رقم واحد ان تنام بشكل منتظم من 7 الى 8 ساعات كل ليلة اتنين ان تنام بسهولة 5 ليالي على الاقل في الاسبوع تلاتة ان تكون نادر الاستيقاظ اثناء الليل اربعة الشعور بالراحة بعد الاستيقاظ من النوم خمس مرات في الاسبوع خمسة لا تستخدم اي ادوية للنوم اكتب لنا لو انت من الناس اللي بتصهر هل هتغير رأيك وما تصهرش بعد كده هل انت ظهر عليك اي علامات من العامات الخمسة اللي احنا تكلمنا عليهم لان النوم الكويس بصرف النظر عن موضوع البحث انه يطيل العمر زي ما قولنا العمر بيد الله الا ان الموضوع النوم بدري موضوع كويس ومفيد جدا اكتبو لنا رأيكم في التعليقات هل انت بتحس على الاقل خمس مرات في الاسبوع انك نمت كويس بعد ما تصحى ولا لا ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس سلام عليكم